نضملي الآن في منطقة الـ VIP وصالة كبار الزوار لحاجة عمر حسين ممثل للجنة الأولى للمنظمة المباراة ورئيس لجنة المسابقات ورئيس منطقة الكرة بالإسكندرية ورئيس منطقة إسكندرية لكرة القدم ورحب بيك حاجة عمر على الشيطانات الأهلي مرحب بيكم ومنورين إسكندرية كلهم يعني حدث علامي واحتفالية كبيرة جدا طبعا أتلتكم مدريد على أرض مصرية في مباراة ومهرجان واحتفالية من أجل السلام يعني بنظرة حضرتك الرئيس المسابقات الرئيس اللي بتدير يعني بالدولة لمصر يعني المباراة دي ومرضودها وأهميتها في هذا هو توقيتها طبعا الحمد لله نجاف توقيت ممتاز لمصر كلها لأن بذل الأحداث السيئة اللي احنا بنشوفها من بارح وقبل كده في الموضوع الجامع والحاجات اللي احنا للأحداث الإرهابية دي كلها عشان يجي أتلتكم مدريد في التوقيت دوت الحقيقة يعني حاجة كبيرة جدا والدعاية لمصر جميلة جدا ورد فعل قوي متقدرش انت كنت تعمله كسياسة بقى ورياضة في العالم كله لكن انت بتدي مردود لمصر شكلها ايه دلوقتي فكل الأحداث الصغيرة الناس بتحاول تكبرها قوي ودي موجودة في العالم كله بس احنا عندنا بيكبروها شوية عشان بيينوا عدم الاستقرار إنما وجود بقى أتلتكم مدريد دي يغني عن أي حاجة الحقيقة لأن طبعا من الأندية المصنفة في أوروبا دلوقتي على طول مش هنقول في إسبانيا من دين المصنفين في أوروبا نتائجهم الكبيرة مع ريال مدريد وبرشلونة والجامهيرية لموجودة دلوقتي في مصر بالنسبة لريال مدريد وبرشلونة فكلهم يتعلق مباراة أتلتكم مدريد من المحطات الصعبة دايما للفرقيتين دولت فبقى لهم جمهيرية وبقى في أكاديميات في إسكندرية لأتلتكم مدريد وفي القاهرة هي من الأندية الحقيقة دلوقتي اللي بقت مصنفة عالميا عشان تجي في التوقيت دوت رغم إن احنا عارفين إن دلوقتي توقيت امتحنات نصف العام وتوقيت الجو في إسكندرية لكن الحمد لله كرمنا اليومين دولت حصلتش قبل كده إن يبقى فيه شمس في اليومين الأخر في شهر 12 فالحمد لله كل الأمور مساعدة التنظيم مبارا على أعلى مستوى الحقيقة لأنه نعمل شغل قويس جدا الأستاذ على أعلى مستوى المأصرة الجديدة التي تعملت حتى تفتح النهاردة إن شاء الله تليق باستاذ كبير زي استاذ الجيش ببرج العرب فطبعا نتمنى إن شاء الله أن اليوم انتهي على خير ونتمنى إن يبقى مردود المبارديات تليق بإسمه مصر في العالم كله تنظميا طبعا دعوة عادة كبير جدا من الشخصيات النهاردة لحضور هذه الاحتفالية وهذا المهرجان من أجل السلام أنا برضا حابب أتعرف على بعض الشخصيات نعرف جماهيرنا برضو مين اللي يكونوا حضرين النهاردة كأعتبار حضرك عن المماثل في اللجنة الأولى المنظمة يعني الموندس خالد الحقيقة وغزير الشباب الرياضة والمنسانة بريدة وألترك في الستحاد العربي وجميع من 110 ديف من الدور العربية المختلفة الحقيقة كمّة وعدد كبير جدا من المسؤولين الكبار أحب إنهم يبقوا موجودين في الحدث الكبير دوت بالإضافة طبعا الجمهور الكرة والجمهور العظيمة الموجود الحقيقة اللي جاي من الساعة 12 هنا في استاد الجيش ببرج العرب والناس المسؤولين في الأندية كلهم ورئيس نادي الزعمالك الحقيقة اللي هو رحب وأبد بكل الاستعدادات ودمن نجاح المباراة الحقيقة التفاف ومع رئاسة النادي الأهلي الكابتر محمود الخطيب من حب الناس ليه أنا عارف إنه يبقى له دور كبير في تهديد الأجواء حتى في المباراة المحلية والمسابقات المحلية ورئيسات الأندية مع بعض خاصة الناديين الكبار لما تبقى العلاقة قويصة بتبقى الأمور بتبقى هادية وبيبقاش فيه ضغط خاصة على المنظومة القروية أولهم الحكام طبعا فنتمنى إن شاء الله إن الجو اللي احنا شايفينه دوت ومن دمن العوامل النجاح في المباراة اللي بقول لحضرتك عليه دوت إن كل الأندية عايزة تبقى موجودة إنما طبعا النادي الأهلي بتنظيمه العالي جدا ودائما بيفكر وبيسابق بالزمن في تفكيره لما جاي بيلاقي طبعا المأسورة عدد الكراسة دي ومنفعش يجيب رؤساء الأندية كلهم علشان ما يدراش يععدهم في حتة غير البي آي بي فطبعا هو بيعمل حساباته هي حاجات الناس بفيه ناس عبارة صغير ما نصيبش حاجة للصدفة فطبعا دي من طبعا من الأمور التنظيمية الهيلة للنادي الأهلي وشاف الناس بتوعه مباراة النهاردة ومباراة الحقيقة حوالين الاستاد كل منظرين بتوعه نهاد الأهلي تعاون كامل مع الأمن برا الأمور نهاية دخلة في سهولة أمة كل واحد عارب اللي ليه ولا عليه وده من دمن الحاجات اللي بتنجح مباراة النادي الأهلي السمح لأخذ من كلام حضرتك وأبني عليه الكل بيلقي بعودة الجماهير في ملعب الحاج عامر حسين هو ما مباراة أو أي احتفالية في مصر إلا والحاج عامر حسين بخصوصا كل المباراة اللي فيها الجماهير مباراة المنتخف ومباراة أفريقيا إلا والحاجة عامر حسين له دور كبير فيها يعني عايزين برضو رسالة طمأنة من حضرتك على عودة جماهيرنا في الدور المصري خصوصا بعد النهاردة يوحدر 45 ألف متفاجئ يعني هي بنا احنا أخذنا خطوات خطوات كبيرة جدا إنما الخطوات محصوة كلها كانت أنا يمكن عشان قريب من المكادات الأمنية وعارف المجهود اللي بيعملوه وعارف الأحداث اللي ممكن هما بيبقاها في حساباتهم هما غيرنا خالص يعني لما عيشت معهم أنا قدرت كل حاجة الحقيقة وكل قراراتهم فأنا شايف إن احنا خدنا خطوات خطوات كبيرة جدا كابتن هاني مصمم من الجمهور يرجع إن شاء الله عنده تصميم برضو إن نادي المصري بورسعيد يلعب مغارات أفريكيا في ملعبه كخطوة أولى برضو ونتمنى إن ده يحصل في شهر اثنين في النور التمهين دي اللي طورت أفريكيا اللي جاية اللي احنا شفناه بين النادي الأهل والنادي المصري الحقيقة في المؤتمر حاجة مشرفة جدا واتمنى إن الاصطر المشرفة دي تزيد أكتر في الإمارات إن شاء الله يعني كل دي خطوات بتطمن الأمن وبتدي استعداد للأمن وقابلية للأمن إن هو ياخد القرار إلى أخير إن شاء الله بعودة الجمهور بالمقايير اللي هتم وضعها بالنجمة السبعات والكابتن هاني ميكلفني بها إن أنا بحطها عشان طبعاً لما نيجي نبدأ من مغارات في وسط الموسم نازم تشوف تراعي حتة تكافؤ الفرص دي شوية ومين لعب هنا ومين ملعبش هنا وتحبت لها معايير حتى لو مغارات الأندية الجمهرية ما تبقى أشياء جمهور بينها وبن بعد خطوة برضو من دين الخطوات آه يعني ممكن بنادي جمهير نحن نرى ست أندية جمهرية نحن نعبية الأندية من الأندية الهيئات والأندية الخاصة فممكن إحنا نتبقى برضو من دين المعايير اللي أنا بحكر فيها أحطها لكابتن هاني عشان يعرضها على المهندس خالد اللي هو طبعاً لازم نشكور المهندس خالد العديد الحقيقة بيعمل أدوار هامة جداً 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 في القرى المصرية وقبليه الوزير العامري فاروق والكابتن طاهر يعني كلهم الحمد لله من بغت الرياضة إنها في الفترة الصعبة جداً لخمس سنين الفاته جم كريدات على أعلى مستوى من الناحة الرياضية وفاهمين خاصة إن إحنا مميزين إن هم كانوا متابعين للقرى قوي فإحنا الحمد لله استفدنا كتير من موجود الوزراء دولت فنتمنى إن شاء الله أنا شاهد إن الخطوة الأخيرة خلاص الرابط إن شاء الله مش حابة أطال على حضرتك ولكن تنظيمياً وفيه فقرات نحن عارفين نهاردة برضو بحضرتك مع اللجنة العلي المنظمة من نادي الأهلي مع المنظمين نادي الأهلي فيه احتفالية فيه مفاجئات كبيرة يعني برضو حابة أتعرف عليها من حضرتك بيش حاضر أقول حاجة طبعاً طبعاً دي حاجة خاصة بالشركة الرعية وشركة سلا فنتمنى إن هم أخديم هما اللي يتكلموا عليها اللي ممكن يكونوا حابين يقولوا دلوقات ممكن يخلّوا من الناس متعلّل لغاية آخر وقت فنتمنى يبقى كنا ندوت معهم هما إننا إحنا الحمد لله الفئتين موجودين في الفوندو وإنبراح الاستقبال كان على أعلى مستوى من النهاردة الأهلي والنهاردة حبل التوقيع يعني أمور كلها الحمد لله على أعلى مستوى نتمنى إن شاء الله إن الناس اللي في التوليزيون وفي الملعب هنا ينبسطوا إن شاء الله رسالة حضرتك للجماهير بمناسبة هذه الاحتفالية ورسالة من أجل السلام الكلمة اللي انت محتاج تقولها الجماهيرنا عشان تبتدي تفعل كل الكلام لحضرك كشفت عنه دلوقتي عاودة الجماهير إن شاء الله الموسم ده إن احنا النهاردة إن شاء الله كلنا يبقى ماشيين في اتجاه واحد هو اتجاه السلام ونفذ كل تعصب إن تعصب والإرهاب هم حاجة واحدة لأن اللي احنا بنشوفه والناس اللي بتعمل الحوادث الإرهابية ده مخامة مسروح خالص هو ده شوفنا من برحل اللي حصل إيه ده أكيد واحد ما بيفكرش بحاجة خالص يعني فالشعار بتاعنا النهاردة اللي هو نفذ التعصب اللي هو الإرهاب إن شاء الله سيجن شكرا شكرا لن ينتصر الإرهاب سمستمرين معاكم في تغطيات مميزة في متابعة كبيرة جدا للمباراة هنا في قاعة كبار الزوار كل جديد هيبقى معانا على شاشة قناة الأهلي انتظرونا في لقاءات كثيرة قادمة والكلمة إليكم زملائي في الاستوديو اشتركوا في القناة